السلام عليكم أصدقائي الأعزاء أو فيه متابعي قناة خالدوتيب مرحبا لكم على الفيديو جديد كنت تمنى تكونوا كبير بخير وعلى خير وبصحة جيدة ميزة جديدة وتحديد جديد في الفيديوهات القصيرة الفيديوهات القصيرة أصدقاء اليوتوب أعطاها اهتمام كبير واليوم أصدقاء أضف واحد للميزة اللي وعرة صراحة يعني ميزة جميلة وهي إزالة الخلفية من الفيديو بالنسبة للناس اللي بغاو يديروا في الفيديوهات القصيرة مثلا أنا بغين دير فيديو قصير وبغين نعقب أو لا بغين نهضر أو لا بغين نشرح على شي موضوع مثلا شي موضوع ندير عليه رياكشن وبغين بن أنا في يعني هكذا قالس والفيديو في الخلف ديالي كي يظهر يعني مثلا كورة القادم يعني طريقة بالفيديوهات القصيرة بدون برنامج مونتاج يعني بلا من استعمل لها مونتاج بلا من استعمل لتشي حاجة يعني من موقع اليوتيوب مباشرة وأثناء إنشاء الفيديو القصير يمكننا نقوم بهذا الإجراء وهذا الإجراء أصدقاء سيعطينا فيديوهات قصيرة دات قيمة ودات جودة وبدون مشاكل وبدون حقوق الطبيب والنشر زائد ستزاد المشاهدات على الفيديوهات القصيرة وكذلك ستزاد لكم المشاركين مهمة أصدقاء تبعوا الفيديو في هذا التحديث الجميل والتحديث الرائع كملوا الفيديو تنهاية ديروا لايك الفيديو كنت أول مرة تشاهد القناة اشترك في القناة وتعليق محفز كي نستمر في البحث على المواد الجديدة عندك شي مشكل في القناة عندك مشكل في الخطوة الثانية في الخطوة الأولى مهم أي مشكلة عندك في القناة تواصل معنا على انستغرام الرابط في صندوق الوصف ونبدأو نشرحو الطريقة أصدقاء بسم الله أصدقاء نبدأو في شرح الطريقة غديمشيو إلى منصة اليوتيوب وغديمتبعو الخطوات من الألف إلى الياء غديمتبعو على اليوتيوب أصدقاء من بعد ما غديمتبعو لي غديمتبعو لنا الصفحة الرئيسية في الأسفل كينا واحد زائد غديمتبعو لديك الزائدة أصدقاء غديمتبعو لنا بالزفجة الإعدادات غديمتبعو على إنشاء فيديو شورتز أو لا فيديو قصير هاتوا مكيما أصدقاء كي طلع لنا يعني باش أنا نصوره فيديو قصير كينا تمكينا واحد الإعداد الجديد اللي هو شاشة خضراء أو كروما إن فوق نكليكي لأصدقاء كي طلع لي الخلفية وتحيدك اللون اللي عندي في الظهر ديالي ويمكن لي نضيف له الفيديو اللي غدي نعلق عليه في التحت كينا الفيديوهات اللي كي ظهروا لي ما ظهروا ليش غدي نبشي حتى الأخير وغدي نكليكي على دياللي كالوري كيدا خلي مباشرة الفيديو اللي بغيت ندير عليه الرياكشن غدي نشوف لكم واحد الفيديو ديال الكورة بش نعطيكم أصدقاء مثال عليه أنا حاولت نختص لكم الفيديو باش ما يطوالس الفيديو بالزاف مهم حاولت نوصلكم الإعداد باش تفهموا هاد الميزة الجديدة هاد هو الفيديو أصدقاء يمكن لي نختار لقطة اللي بغيت بسحب الشاشة للي يمين ولي أصار كي ما كتشوفوه ومن بعد كي نكليكي على تم هاد هو الفيديو الأصلي من بعد أنا اللي كان علق على الفيديو وكان شرح فيه كيف ما بغيت نعلق ندير فيه دقيقة ندير فيه 15 ثانية اللي بغيت مني كان كليكي على تم أو للتاني كي يقول لك يعني جاري المعالجة من بعد ما كليكي تلتم جاري المعالجة انتظر أن تتم معالجة الفيديو من بعد مباشرة غدي يطلع الفيديو ديالي أنا دابا غدي نكليكي على ديكتم كذلك وغادي نبدأ نعلق على الفيديو كيف ما غدي تشوفو بأنني نبدأ نعلق على الفيديو كنبدأ نهضر كنبدأ نصور في الفيديو يعني هذي الطريقة أصدقاء دابا هنا اختاري الفيديو أنا بقي ما كليكيت على تم مني غدي نكليكي عليها أصدقاء غدي تباليها دائرة حمراء في الوسط بأنه تمت بدا الفيديو كي تسجل كيف ما كتشوفو ويمكن لي اللعب أو لنحرك ديكسوران 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 كبيرة صغيرة كنبقى يعني نتحكم فيها في الشاشة كيف ما بغيتها خمستاشر ثانية وكنبدأ نعقب على الفيديو بهذه الطريقة مني كنسالي كندير بوز أو لكي وقف الفيديو أوتوماتيكا أصدقاء هذي الخطوات أصدقاء بسيطة ولكن كتعطينا فيديو قصير احترافي من بعد مني كنسالي كنكليكي لديك التالي وكنتبع الخطوات كيف ما كندير إنشاء فيديو قصير كيف ما في الماضي مما أصدقاء هذي الميزة أول هدف من هذا الفيديو كامل هو نشرح لكم هذي الميزة اللي صراحة لا اعتمدتوا لها الفيديوهات القصيرة هتقد جيب لكم مشاهدات كبيرة كنكليكي على ديك التالي كما قلت لكم ومن بعد كنكليكي على التم وصافي يعني من بعد كيتلاح الفيديو ومن بعد كنديره عالني وكنضيف له العنوان ونقاد الأمور جيله كاملة أخرى وبما يخص الفيديوهات القصيرة الأمور اللي كتحتاجها غادي نخلي لكم فيديوهات سابقة في صندوق الوصف الرواب الدالة هذي تلقى وكليكي لها وشاهدوها كنشكر أصدقاء أي واحد كمل معنا الفيديو كنشكر أي واحد دار لايك الفيديو كنشكر أي واحد تشارك في القناة وخيكون يلا جديد تشارك في القناة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله